ما انفعش مش منطق الطبيعي انك ما تقدرش تكسب السنغال هنا واحد وهي تكسبك هناك واحد ويكسبوك في الاخر بضربات ترجيح لا الطبيعي ان السنغال تكسبك رايح جاي ومنتيجة مرتاح انا عارف التسعاد ايه الاول كنت بتتصدم من الكلام ده دلوقتي انت فهمت الواقع الواقع المرير اللي ممكن يتصلح بس الاول نعرف طيب فرضا هو كابتن هاب جلال هيمشي هيمشي لم يقعن الموضوع ده رسمي بس هيمشي هيمشي اوك هو الاستقالة هيمشي هو مش منطقه اصلا انه يكمل ليه مش منطقه انه يكمل عشان ما ينفعش مدرب بيحصل او حصل معاك كل ده ويعرف يكمل وانا بصراحة يعني حتى لو وصلوا يعني مش لقادر وضع يعني لربنا يريده يعني بس حتى لو وصلوا الاتفاق انه كابتن هاب الجلال يكمل واللي فات مات واللي فات مات فهو اصلا مع اول مباراة هيتعصر فيها هيمشي فهو يمشي دلوقتي وخلاص نرحل نعمل مشروع 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 فاكرين المشروع ده انا قلت لكم على كل سكيروش انه بيعمل مشروع لمنتخب مصر فاكرين ماشينا المشروع ما بيعجبناش احنا فكرة المشروع دي يا عم انجز يا عم عايزين بطولة انا انت لسه تقول لي مشروع وسنتين وثلاتة واربعة واحنا ان شاء الله بعد اربع خمسين هنعمل كذا لا لا انا عايز بطولة انا اصلا مجلس هيقعد تلاتة اربع سنين الحقني بكم بطولة كده عشان يقول المجلس ده بكم بطولة لكن المصلحة فين لا انا مليش دعوا بالمصلحة بتاعت الكرة في مصر انا ليا بمصلحتي بس اه انا برضو جاي تطوعي تنساش دي اللي انا كل شوية تزلي بيها يا سيدي لو انت يعني لو انت حاسس ان الموضوع كبير عليك لو انت حاسس انك بتعمل مجهود لو انت حاسس انك بتتعرض للضغط وانت بتشتغل تطوعي السلام عليكم انا ماشي طيب فرضا اتحاد الكرة كمل ولا ما عافش ازاي يعني هيكمله بس فرضا كمل فرضا انا بشوفها بقولك اسوأ الظروف وسواء كمل او ما كملش احنا محتاجين ناس بقى ادي للك كرة ناس حقيقية ناس حقيقية ناس حب حقه حقيقي كده ناس نفهمها ناس تكون فاهمة هي عشان نفهمها يعني هم يبقوا فاهمين عشان نعرف نفهم احنا بدل ما احنا مش فاهمين اللي بيحصل دلوقتي في كل حاجة في الكرة ييبوا مثلا ايه والله انا هجيب مجموعة من الخبراء بس ما تعملش لجان انسى كلمة لجنة دي هجيب مجموعة من الخبراء تلاتة مثلا يعني سين صدد بس اسماء حقيقية اسماء مش محروقة اسماء عندها علم حقيقي اسماء فهمة كويس مش تجيب لي اسماء تقول لي ده فلان الفلان الكابتن الكبير صاحب الخبرات الكبيرة لا انا مش عايز اسم كبير وتاريخي يبقى عنده 40 و 50 و 60 سنة في الكرة انا عايز واحد عنده 60 و 70 و 80 و 100 سنة تمام بس يكون راجل عنده دراية فاهم مذاكر متطور نجيب ليش اسماءه خلاص سي تقول لي بس هاي تلاتة دول هم هيتولوا الاشراف على فكرة تطوير الناشئين وانت تحت كرة زي الفل انت قاعد في المجلس بتمدي على ورق تيه تقول ايه دي الخطة ايه امضيلك عليها دي التصور بتاعك امضيلك عليه تلاتة كده يمسيكوا فكرة او تطوير قطاعات الناشئين في الانداني نتعامل ازاي معاه ويعملوا حاجة كده واضحة شكلها مفهوم وطويلة الامد وتشترط عليه هنت بنفسك انها تبقى طويلة الامد ان شاء الله عشر سنين بعد عشر عشر سنين نشوف التطور بتاع الناشئين نعمل ازاي تيه دي بواحد تاني تقول له احنا المسابقات عندنا دايما متلغبط احنا مش عارفين نخلص مسابقة ولا نبدأ مسابقة هاتلي كده تلاتة تمام ويزبطوا لي مسابقاتي سيقف الرابط ايه بكلمة عربط لعندها وتحت الكرة اي حد فيهم يعني بكلمة عرب الكرة بشكل عام فتاة دول يزبطوا وحبيبنا حبيبنا كابتن عام الحسين باش يمدي على الورقة يقوله والله الكلام ده منطقي وصحيح بعد ما يداجعوا ويشوفوا انه منطقي وصحيح ويقشر نفس القصة في الحكام نزبط الكرة نزبطها وخليك في منصبك يا باش وزي الفل وانبسط بعملك التطوعي حقك ما انت راجع متطوع ففوق الراس خلاص احنا مضطرين نتحمل اي حد يشتغل التطوعي عناية بس ما هو التطوعي ده لازم يعني انت يا ببي انك تطوعت من نفسك انك تشتغل لي او تعمل لنا كورة حلوة وريني انت اللي تطوعت مش هدا اللي جبتك وقلت لها خد فلوس لقد انت متطوع عشان تبسطنا صح كده نعمل الكلام ده سواه بقى التحاد ده تحاد ده استقاله جيد تحاد غيره يبقى فيه ناس نشوف وجوه جديدة على فكرة مش شرط وجوه جديدة زي ما قلت لكم يبقى هما اللي في المجلس ان شاء الله يا ربي يبقى فيه ده في يوم الايام بإذن الله يعني بس يبقى فيه ناس تانية بتشتغل بنصلح نشئين فيها ان عندنا مشاكل فيها اللعبين المحترفين يا سلام ما نعرفهمش ما عندناش احنا محترفين محمد صلاح وشكرا على كده وبرضه مع كامل احترام لكل اللعبين لما بقول محمد صلاح ما عندناش تاني ما بقولش ان هما مش بيكتهدوا وبيتعبوا كلها الكلام ده انا اتكلم عن مستوى level اللي هو اللي بيسموه الابلاص اللي هو فوق الفوق ده ما عندناش فيه غير محمد صلاح السنغلات لقى عندها مثلا بتاع 15 16 18 19 70 واحد تمام زي محمد صلاح احنا عندنا محمد صلاح عايزين بقى كل اللعبين اللي يبقوا محترفين يبقوا في ال level بتاع محمد صلاح ده يبقوا اقل شوية ومش كل يوم هيبقى عندنا محمد صلاح يمسك ملف المحترفين امسك ملف المسابقات امسك ملف التحكيم وتعالى نطور حاجة حاجة كده وكل مجموعة بيسموها مجموعة عمل كده كل مجموعة عمل تمسك file وتطور فيه بده ما كل يوم نيجي نسرخ واقول لك حاجة بقى من الاخر احنا يوم الحد الجاي مطش القمة مطش الاهلي والزبالك كل الكلام اللي انا بقوله واللي جنبي بيقوله واللي جنبي النحى التانية بيقوله وحضرتك بتسمعه غالبا هيتير هننشغل في الاهلي وهننشغل في الزمالك تشكيل الاهلي تشكيل الزمالك مين اللي كسب من اللي زعل من اللي تعصب من اللي اتدائم الحكم من اللي مدائع عشان مرهق من اللي مدائع عشان عنده إصابات هنعيش بقى نرجع تاني في أجواءنا اللطيفة دي ومنتخب مصر محدش عارفه بنعرفه بس لما منيجي نفرج عليه ونقول يا نهار بيض ايه دا اللعبين مستوام عامل كده ازاي ازاي اخترنا المدرب دا ازاي اتحاد الكرة بيعمل دا ونتفاجئ يا خبر مفاجأة وبعد كده نرجع تاني نعيد الكلمة اللي أنا قلتهم دول وغير يعيدهم تاني ونلف نفس الدايرة اللي ما بتتقفل اللي ما بتتفتحش مقفولة علينا طول الوقت ربنا يسهل الحالة